بسم الله الرحمن الرحيم. بارت 2 من المحاضرة رقم 3 اللي هي بتاعتي من بيرنس ارجانيلز. خدنا المرة اللي فاتت 3 مكونات. هما الاندوبلازم كريتيكولم سواء منها الرف اندوبلازم كريتيكولم او الاسموذ اندوبلازم كريتيكولم. وخدنا الميتوكوندريا وخدنا البيروكززيزوم تمام? تمام. هناخد النهاردة ان شاء الله نبدأ به الجولجي اباريتس وحنا فهمنا خلاص يعني ايه من بيرنس ارجانيلز فمش هنعيد الكلام اللي قلنا المرة اللي فاتت. بتكلم في الجولجي اباريتس. جولجي اباريتس هو انتو خدتوه في الاحياء كان اسمه جهاز جولجي. تمام? طيب ده كان ايه؟ بيتكلم مين ده؟ قالك ان هو present in the protein secreting cells. يعني ده شيء موجود فين? موجود في الخلايا اللي بتفرز بروتين. طيب. بص شباب قدي معين الخلايا صح? صح. ودي عندي هنا النهار بتاعتها. تمام? تمام. في الطرف علوي او ابيكال للخلايا مثلا زي يعني مثلا ممكن يكون هنا. ما كانوا هنا مثلا. تمام؟ طيب. او بتكلم ان هو ممكن يكون يعني ممكن يكون جريب من اللحظة بس. العلوي ده بيكون فين؟ خلايا الايبيديرمال الايبيديديمال الايبيديديمال دي اللي هو كان فيه تركيب في في التسس او في الخصية في الاحياء كان اسمه البربخ تقريبا. فهو ده. تمام؟ دي بيكون الجلج بتاعها هنا بيكون الجلج بيظهر هنا في الحتة دي من الخلايا. بيكون بالشكل ده. تمام؟ طيب. اما بيكون ايه الوضعيات التانية ان هو يكون موجود في بعض الخلايا زي خلايا النيرف سيل الخلايا الاعصاب. بيكون محطوط ازاي الجلج بيكون محطوط يعني بيكون هنا في المنطقة اللي حوالين نيوكلوس. تمام؟ تمام. طيب باللايت ميكروسكوب هنشوفه ازاي? قال لك بالهيمية توكسيني. انديويسين ستيند. اه. تتتابير از انستاند ايريا. يظهر لو يعني لو جبنا سكشن او او سباسمين او عينة. وصبغنا بالهيمية توكسيني انديويسين الهاي يظهر وفي حصة تحت. هي اشوف مسلا نيوكلوس حشوف الرايب بصم ولكن اجي ادور على الجول جي هلك حتة فاضية يعني مش مصبوخ منطقة غير مصبوخة ايه يا عمي ديبلي بيزوفيلك سيل ما احنا قلنا ديبلي بيزوفيلك ده معنى ان هي فيها ايه فيها رف اندو بلازمي كروتيكلم ده معنى ان هي ايه ان هي بروتين سيكريتينج سيل اصحى معي تمام اكزامبل زي ايه زي البلازم سيل مسلا تمام او تمام البلازم سيل دي يا شباب اللي هتدينا اا البي دي لك الخلايا الباقية تمام والاستيوبلست دي الخلايا اللي بتبني العض اا فهو فدول اشهر مكانين فيهم ايه يعني عشان هما دول فيهم جلجي كتير فبالتالي هيظهر فيهم لكن خلايا مسلا ما بيكونش فيها جلجي النيجاتيب اريا دي انت بش تشوفها بوضوح فهو يجب لك امثلة على الخلايا اللي بيكون فيها كبيرة فده اندل دول علي انه كان فيه جلجي كتير ولكن مش ظاهر طيب الصورة الفاضية دي بتتسمى ايه بتتسمى ايه بتتسمى نيجاتيب جلجي اميج تمام صورة جلجي السلبية مترجمش طبعا الكلام ده بس يعني تفهم الفكرة طيب نفس الميتو كوندر ميتو كوندر يقولنا ان هي مش بتتصابغ بالهيماتوكسلين عند ويسين فبنستعملها صابغة خاصة اللي هي كان اسمها ايرن اا ايرن هيماتوكسلين اما الجلجي ابريتس لا الاسبيشال استين بتاعته اسمها سيلفر استين تمام فهو بيقول لك انه عشان توضح اسمها ايه اسمها سيلفر استين طيب بالالكترو ميكروسكوب اتس فورمت اوف ميمبراين باوندد سستيرنا اور ساكيولز فاكرين يا شباب الرف اندبلازمي كريتكلوم او سموذ السبك من الرف السموذ اندبلازمي كريتكلوم قلنا ان هي شبه الطبق لما تكسبوا نصين كده وتبص عليه من الجنب هتلقى ان هنا كيس كده يعني الشكل هجبه اعمل كيس كده بتحس ان هي اكياس كيس كده واحد كده واحد كده في الواقع احنا بصين يعني جضعنا الشيء من النص بجزء يمين وجزء اشمال ولفنا جزء اليمين ده شوية وبصنا عليه تمام احنا شايفين النص لكن هنا في نص تاني مفروض بحس ان الطرف ده يكفل هنا تمام ففاهمين الفكرة فانه هو نفس تركيب الاندبلازمي كريتكلوم مكون من السستيرنا او في الجولجي بنسميه ساكيولز يعني ايه ساكيولز ساك بس ساك لوحدها دي معناها كيس ساكيولز ده تصغير تمام تمام طيب فبيقول لك ان هو بيكون متوازين شبه للاسيان المتوازية يعني بيكونوا كده يا شباب يعني اهو مش بيتقاطوا مع بعض لأ ده كده في توازي طيب اه نمبر العدد بتاعهم بيعتمد على ايه زي الميتوكندري كنا بتكلم انه العدد بيزيد لما يحتاج طاقة كتير فالنمبر اه وش دبين تقول ذا بروتين سيكريدنج اكتيفتي وده سيد النشاط بتاعها هل هي نشطة في افرز بروتين ولا لأ طيب الستاكس دول بيكون اه الري ان هم بيكونوا مترتبين او بيكونوا شكلهم ازاي بيكونوا كيرفد او يعني كيرفد ازاي يعني كده مش 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 مستقيم بالشكل ده لا بيكونوا كده تمام ففي كيرفة وفي لفة طيب اه سو ات هاز اه كون فيكس او اسمها السيس او الفورميشن سيرفس اند كون كيف او متيوريشن سيرفس ازاي يفرج ما بين كون فيكس اللي هي معناها انه هو عامل كده محدب وبين كون كيف اللي هي معناها مقاعر ازاي كون كيف جاي من كيف تمام لو فاكرين انه من الكهف كان اسمه كيف صح على ما افتكر يعني فده شيء مقاعر شيء بيشيل تمام فيعني زي المغارة زي الكهف تمام اما ده لا فاعكسها خلاص احفظ واحدة والتانية هتكون عكسها تمام فتعالي نشوف صورة كده كنت هتمنى انه يكون واضح ايوه واضح يعني مش واضح جواب بس تمام ده اه فان يا شباب ازيني الصورة التانية قصوا هو مفروض انه الساكيولز عاملة كده كده تمام ده اخر كيرف هنا الماتيوريشن اللي بيكون كون كيف اما الفورميشن او السيس بيكون كون فيكس ممتاز تمام والكون فيكس ده بيكون ناحية مين برضو بيكون مين جنبه بيكون جنبه يعني بصوا اهو الصورة دي اوضح ده اسمه ايه ده اسمه السيس او الفورميشن تمام ده بيكون ناحية مين ناحية الاندوبلازم كريتيكولم ليه عشان الاندوبلازم كريتيكولم دي هتصنع البروتين كده وتديه للجلج يخش في الجلج اهو اهو الجلج دخل هيطلع اما في شكل ليزوزوم هنشرح بكلام ده تاني او ان هو يطلع في اشكال تانية تمام فزي ما اتفاجنا انه الجلج بيعمل ايه بيضيف الاضافات والبهرات على البروتين والليبت فمين اللي بيصنع بروتين الاندوبلازم كريتيكولم فهيكون من شكل الناحية الاندوبلازم كريتيكولم السيس او endop estrogen serfs او الكونفتيكاس. تمام؟ الكونفتيكاس هيه اللي بتكون ناحية ده. عشان ياخد بروتين ويصنع مين ناحية . تعالنى اكمل الكلام جالك او جالك مين؟ اه تمام. بيقولك insider سيفير و ترانسبورت فيزيكلي فيبئيكيلي بيقولك ان في مكون او شيء اسمه الدرانسبرت او ترانسفير فيزيكال. are present in associated with the a with the formation surface. تمام. الفيزيكال دي بيكون فيها بيكون فيها البروتين اللي تصنع فيه الرف اندبلازم كريتيكولوم. they are budded. دي معناها تبرعمت او يعني تبرعمت تبرعم. انت فاكرينه. انو يطلع جزء من الشيء وينقسم عنه ويكمل. budded from mean من a من الرف اندبلازم كريتيكولوم a cisterna. secretory physicals are longer and present in the associated with maturation surface. secretory غير الترانسفير. الترانسفير ده لسته ده يعتبر ناقل. يدوب بينقل البروتين من المكان اللي تصنعت فيه الى المكان اللي هتتغلب فيه. اما secretory physical دي جاهزة الافراز اسمها secretory خلاص هتفرز. فاللي بتفرز دي بتكون ايه بتكون longer اكتر اطول. وزائد ان هي بتكون ما بتكونش على السطح الconvix بتكون على السطح الconcave بتاع الماتيوريشن. خلاص تطلع من الخلية. تمام? تمام. الفنكشن بتاعت الجولجي. اول واحدة جالك ان هي site for condensation and packaging. of mean of protein. اللي هو جاي من هنا اساس من الرف اندبلازم كريتيكولوم. انتو secretory physical. يعني. بروتين بعد ما اتعمل في الرف اندبلازم كريتيكولوم. هيتروح للجولجي عن طريق مين؟ عن طريق الترانسفير physical. يحصل له condensation. يتكسف ويتغلب. وبعدين يطلع في شكل مين؟ secretory physical. طيب. جالك ان هو site كمان للhydrolytic enzyme of the primary lysosome. هنعمل بعض شوية ان lysosome في منه primary وسكندري بس ما علينا. جالك انه lysosome ده جواء انزيمات والانزيمات ده هو من بروتين. وبروتين ده بتصانع فين؟ في الرف اندبلازم كريتيكولوم. بالتالي بعد ما يخلص البروتين يعني بعد ما نصنع البروتين هنودوه فين عشان يتغلف ويتزبط. نودوه للجولجي. فالhydrolytic enzyme انزيمات المحللة بتاعة اللايزوزوم هي اللي بتتغلف وتتزبط فين؟ في الجولجي. جالك كمان site for addition اهو هنا مكان الاضافات بقى. addition of the carbohydrate to the form glycoprotein. اهو بروتين ده عرفنا ان هو التعمل في الرف اندبلازم كريتيكولوم. جبنا منين الجلايكو حتيت جلايكو دي جات مينين؟ الجولجي اضافها على البروتين. تمام؟ هو خد بروتين صافي من الرف اندبلازم كريتيكولوم. هيضف له شوية كاربوهايدريتك بمعي اه جلايكو بروتين. جالك it's site for salvation of some products. salvation يعني بيضيف صالفة صالفة اللي هو الكبريت. بعض المركبات بيضف لها صالفة تمام. it's main center for membrane traffic and recycling in the cell. ازاي؟ فاكرين لما قلت لكم في عملية الدخول لاندو الفاجوسوس والبينوسايتوز. قلت لكم ان احنا بيكون معنا جسم صلب هنا. يجي يدخل للمنبرين ياخد حتة من المنبرين ويدخل. تمام؟ هو وطالع مش هو خد حتة جديمة من المنبرين تمام. هو وطالع بعد ما يخلص شغله او مش هو نفسه. الجولجي بعد ما يعمل مثلا سيكريتوري بروتين بروتين هيفرزه برا الخليج. ايه اللي يحصل؟ بيحوطوا بغشاء البروتين اهو جوا. اهو النقط دي وهو بيحوط بغشاء. الغشاء ده لما يجي يوصل هنا هنا من جوا. هيلحم في السلمنبرين ويعوض النقص ده. فالجديد اللي هنا ده هيعوض النقص ده. تمام؟ فبالتالي مين العمل البتاع دي اللي حوالين البروتين؟ مين اللي غلى في البروتين؟ الجولجي. فبالتالي الجولجي هو المسؤول عن بتاع السلمين؟ بتاع السلمنبرين. تمام؟ نشوف ايه ثاني؟ ادي الصور ماتيور فيس. ستورة دي بتوضح كل حاجة. ادي معي الرف اندوبلازم كرتيكولم. وهدي الريبوسومزة هون عليها. وهدي المنبرينة هون. تمام؟ اكسرا سيليولار سبيس. يعني السبيس اللي خارج الخلية. وده الانترا سيليولار او السيتوبلازم. اللي بيحصل بيقولك ان انا جي معايا مثلا من هنا. حتة من عشان تفهم بس السيترنا مكونة من ايه. هي السيترنا دي ممبرين زي الممبرين بتاع السلمنبرين. تمام؟ يعني نفس التركيب الى حد ما شبيه بيه. طيب؟ طيب. هيقولك اول اول مصار اللي هو ده بتاع الرف اندوبلازم كرتيكولم. طلعت بروتين. ادي بروتين. البروتين اللي هيحصل ايه؟ هيروح فين؟ يعني باستعمال مين او يعني ازاي؟ ترانسفير فيزيكل. هيروح فين لغاية السيس سيرفس او الفرميشن سيرفس او الكون فيكس سيرفس. هيدخل الجلجي ويطلع منه من الناحية التانية اللي اسمها ايه الناحية التانية؟ اسمها الكون كيف فيها كون كيف اهي. تمام؟ هيطلع او اسمه عشان هو ده اللي حصل عنده متيور يعني المضوج. هيطلع في شكل ايه باشا؟ او في شكل ليزوزون مسلا. تمام؟ او في شكل ايه تاني؟ في شكل سيكريتوري بروتينز دول هايطلع بره دول. دول سيكريتوري بروتينز. اتنين دول. تمام؟ طيب ايه تاني؟ جالك ان هنا مسلا مساعدة بروتين دخل من الخلية دخل جوا الخلية مسلا وراح لغلجي هيعمل حاجة فيه. بعدين هو وطالة خد حتة جديدة وهيعمل ايه؟ هيعمل ريسايكلينج او. دي هتوشبك كده. وعملنا عادية التدوير للسلم امبرين. طيب يا عم انت عملت يقول لي سيكريتوري فيزيكل سيكريتوري فيزيكل. ايه الموضوع بتاع السيكريتوري فيزيكل ده؟ بيقول لك هي ايه؟ واحنا قلنا ان هي واحدة من الامبرانس اورجانيلز. قالك ان هي هي تصنعت في الاندوبلازم كريتيكولم عشان جواها بروتين. تم معالجتها وتغليفها وتصبيطها في الاندوبلازم كريتيكولم في الاندوبلازم كريتيكولم. ناخد بالنا من الحتة دي بالله. طيب السيكريتوري فيزيكل بتكون فين ناحية الماتيوريشن. هي خلاص خلصت. فهي بيقول لك they are present throughout the cytoplasm and numerous in the cell active in secretion of the stored sub-insistence. يكون موجودة بشدة في الاماكن المخزنة. بتطلع عمينين او بيكون مكانها بين. زي ما قلنا المتيوريشن سيرفس مثلا بتاع الجولجي هنلقوا فيه شوية سيكريتوري فيزيكل فيهم بروتين. اما مثلا عند السموذ اندبلازم كريتيكولم هنلقوا شوية سيكريتوري فيزيكل فيهم لبيد. عشان هي اللي بتصنع الليبيد وهكذا. عند كل مكان هنلقى شوية سيكريتوري فيزيكل. بس المحتوى هيختلف باختلاف المكان. طيب الاستراكشار بتاع السيكريتوري فيزيكل. جالك ان هو بيكون فيها ايه. بتاعنا شوف الستراكشار بتاع السيكريتوري فيزيكل. جالك ان هي دي ار سمول من بيرنس. احنا متكلموا في من بيرنس ارجاني. فبالتالي يعني بالتأكيد هتكون ايه؟ هتكون من بيرنس. انكلوز دي ساكس. يعني ان هي ساك دي معناها احنا جلنا معناها كيس ساك. فهي من بيرنس انكلوز دي. يعني هي مغطاة او محكمة الاغلاق بالكياس مغطة بغشاء تمام؟ هذا الترانس بورت بتنقل الانتجرال ميمبيرين بروتين. بتنقل يعني بتشيل البروتين من مثلا الرف اندي بلازميكاتيكيلون بعد ما يخلص وتحطو فيه فيه فين يا شباب الكلمة. فين؟ انتجرال بروتين تو البلازمي ميمبيرين تمام؟ تمام. اندريليز دي ستورد سوليابو المتيريال وذن دا فيزيكل تو دا اوت سايد اوف دا سيل. يعني مثلا انت في ارجانيل معين تصنع مثلا شوية شوية سوائل تمام؟ عايزين السائل دا اهو السائل اللي باللون الازرق دا احنا عايزين نودوه برا الخلية ممتاز وقادي معاي السيل ميمبيرين نعمل ايه؟ نروح نقول تعالي عمي السيكريتوري فيزيكل الله اللي يهينك تعالي معنا كده من فضلك شيلين دول شيلهم كده تطلع هي هنا اللي يحصل تشبك هي هنا في السيل ميمبيرين والسائل اللي يحصل له يسألك برا تمام؟ تمام. او انه هو موضوع نقل البروتين. ِ энергogenesis context просco. الهيرمون يا شباب احنا عارفينها اللي هي الهيرمونات العادية دي. نواق العصبية نواق العصبية دي هتعرف بعدين ان في العصاب في عندك اللي هو المشبك العصبي فاكرينه كان عبارة عن كده وكده وديهين وديهين وكان بيطلع من الحتة دي يطلع منها شوية نواق العصبية كده تاخد الإشارة من هنا الهنا هنعرف الميكانيزم دي ان شاء الله في الفيسيولوجي طيب العملية اللي هي دي ان هي دي تفتح كده وتطلق اللي فيها وتشبه كيف السلميمبران جاءلك ايه التفزيكل تلتحم اذا يجب ان يجب ان ان برين بعدين بتكلم انه خلاص كده خلصت الجملة دي الجملة دي الواحدة عشان احنا قالو في اولا فاضلت فترة فاكر احاول اربط ما بين الجملة دي ودي بس الحمد لله حصل الخير يعني اذا تقول دي تكلمى دي قصدوا على اللي بتكون كونتين دايجستف انزيم ار كول زيموجين جرانيولز فازاي زي زي زيموجين جرانيولز دي فيها ايه فيها دايجستف انزيم طيب الشيء الثاني اللي هنتكلم عليه هو الليزوزوم فما هو الليزوزوم تعريفه يلا سريع جالك دي ار سفيريكال من برين سفيريكال عرفناها خلاص من دل مرة اللي فات انه شيء دائري من برينس ارجانيلز فهمناها ريتش ايه اللي يميزه موجود في ايه هيدروليتك انزيم هيدروليتك يعني انزيمات محللة طيب مش بيتشاف ولكن يعني بتوضح بيه اللي هو ازاي قلنا ان احنا نشوف انزيم معين بيحصل له تفاعل مع الصبغة تمام فلم مكان حدوث التفاعل ده يدل على مكان وجود الانزيم اللي هو فين اللي هو جوة الليزوزوم فده مكان اللي بيحتوي الانزيم اللي تم من خلال التفاعل الانزيم اللي بندور عليه اللي بنستعمله اللي اختروه علشان يحددوا مكان الليزوزوم اسمه الاسد فوسفاتيز انزيم طيب بي الالكتروميكروسكوب بتظهر ازاي؟ يعني بيظهر ان هو حويصلة او كيس محاضب من برين وفيه من انواع جالك البريمير الليزوزوم ار هيموجينوس ان الكترون دينيسيتي والسكندري وانس ار هيتوجينوس بالراحة بالراحة وكلمة كلمة برايمير الليزوزوم ده يعني ايه؟ يعني ده ليزوزوم لسه حالا طالع من الجولجي اباريتس اهو فاضي ممتاز ممتاز انت هتشوفه ايه بالالكتروميكروسكوب هتلجى دي كده وهتلجى من جوه هنا شيء اسود مثلا تمام او تعال نقوله اقول احسن اكبر هتلجاه فاضي تمام عشان ده ايه؟ لكن انت في الالكتروميكروسكوب هتلجى هنا لون اسود يعني فالاسود في الالكتروميكروسكوب بيدل ان هنا مفيش مفيش خلاص يعني ده شيء سائل ده الانزيمات جوه تمام ما فيش شيء مختلف عنه فهو هوموجينوس مية واحدة تمام؟ كلمة هوموجينوس دي معناه انه هو شيء متجانس فهو بيكون ايه؟ بيكون هوموجينوس يعني ايه؟ عارفين انتو الرؤية عن طريق الالكتروميكروسكوب تمام؟ يعني بلاش ترجى محرفية افهم الجملة بس انه دي مش هتتساءل فيها ولكن افهم انه دي معناها انه الصورة اللي انا بشوفها بالالكتروميكروسكوب بتكون ازاي؟ تمام؟ بيقول لك انه هو ايه بقى السكندري؟ شايف برايمري ده؟ هنا فيه حتة عايز يأكلها طيب هيك بشكله ايه بعد ما يأكل دي؟ بشكله عامل كده صح؟ كده صح؟ وبعد شوية هيأكل واحد تاني شوية تاني واحد تاني واحد تاني واحد تاني واحد تاني وهو اساسا كان جوه ايه باللون الاصفر؟ كان فيه انزيمات هو اساسا؟ طيب هل الشكل ده متجانس الاصفر مع الاخضر؟ لا ده ده فيه مركبين مش مية واحدة ده مش انزيمات بس ده انزيمات والاشياء اللي ليزوزوم اكلها الاشياء اللي بلحها تمام؟ بيكون هتيروجينوس هتيروجينوس يعني ايه؟ يعني غير متجانس او مش مية واحدة يعني تمام؟ طيب الوريجن بتاعه جاي منين؟ بيكون فيه انزيمات تقنعت فين الانزيم اللي هي عبارة عن بروتين في الرف؟ اللي ينور يعني اشتفهم الفكرة؟ لغاية هنا خلصنا طيب بيقولك الانزيمات اللي جوا دي تقنعت فين؟ تقنعت في الرف بعد ما تقنعت إلا حصلها؟ انتقلت إلى مين؟ انتقلت إلى جولجي عن طريق مين؟ الله ينول اللي هي بتروح تمسك فين في الكونفيكس فين في السيس فين في الفورميشن سيرفيس وصلت؟ وصلت الفنكشن بتاعت اللايزوزوم اللايزوزوم ده بيعمل ليه أساسها؟ نظام الزبالة أو نظام القمامة بتاع الخلية عشان هو ليه نشاط تكسيري أو هدم فاهمين نتوا الفكرة ديجريديشن دي معناه التخلص أو تكسير تمام؟ حتى في حد كان بيقول إن اللايزوزوم لو طلع أو تكسر مش هيهضم الخلية لإن الوسط في الخلية متعادل وبتاع كان فيها كلام كده شوية يعني كمان كم محاضرة وهتفهموا الليه ده طيب بيقول لك فيه أنواع باجا من اللايزوزوم مثلا جال لك فيه أو الإنزيمات اللي بتكون يعني اللايزوزوم ده بيكون جواه إيه الإنزيمات اللي بتكون جواه؟ هو اللايزوزوم واحد فيه أكتر من الإنزيم فهمين الفكرة يعني مش فيه نوع اللايزوزوم معين يروح يهضم البروتين ونوع لأ هو نفس اللايزوزوم فيه الإنزيم اللي بيهضم بروتين والإنزيم اللي بيهضم بليمد والإنزيم اللي بيهضم كل حاجة تمام؟ فبيقولك إنه بيكون فيه إنزيم اسمه أسد فوسفاتيز فوسفاتيز ده يعني بيهضم الفوسفات فوسفاتيز بيهضم الفوسفاتيز ما هي من طوب. انت كسرت الحياة هتكسرها للا ايه. مش هتكسرها طوب بالتساوي. يعني انت لو وجدت فكها هتتفك الطوب. لكن لو كسرتها هتتكسر خالص. بس الفكرة ان هو بيحللها الى يحل البروتينات الى الامين واساس. قال لك لايبيز. لايبيز ده بيكون نعبية عليه. هدول رزدلمين للي بت. انتو ايه? انتو اصد. انتو فاتي اصد انت الجلسرايد. مش انتو خدتو في السنوي ان تركيب الدهون عبارة عن اه اسموها يا ربي. اه كحول وطلق واحمض اه دهنية. بس. طيب. جالك اميليز. الاميليز ده الانزيم اللي بيكسر مين? البوليساكارايدز. انتو جلوكوز. تمام? وعرفنا ان ان بوليساكارايد يعني اكتر من عشر واحدات والغسفة ما اكتر. بيدر الاميليز ده هيكسر برضه التلاتة وهيكسر الديساكارايد والمونو يعني بس المونو هو هو الجلوكوز. انت فاهمين الفكرة? هيكسر الديل اثنيا والترايل يعني هي ديلي الفكرة. فمن اول تراي ساكارايد لغاية يعني عشرة ده اسمهم قليجو. تمام? من عشرة وفوق اسمهم بوليساكارايد. بيقول لك النيوكلييز. فيه انزيم اسم النيوكلييز ده بيعمل ايه? ويتش هيدورلز ده? النيوكلك اسد اللي هما الDNA والRNA انتو مونو نيوكليوتويد. اللي هما النيوكليتيدات. فاكريين انتو النيوكليتي ده الوحدة مكونة من ايه سكر خماسي منقوص ولا مش فكر كان اسمه ايه بالعربي مهم الفيت يعني اي فيت يا شباب كلمة فيت دي معناها مصير يعني ايه مصير ده جالك ان هو ده لم يسبق له انمس اي حد تمام لسه ما اشتغلش لو اندمج او التحم ايه هي نرجع الدرس بتاع السلم امبران كنا كنا كده وهنا في شوية مية عايزين نخشو يخشو هنحوطوهم بغشاء يبدول على بعضهم اسمه فلو اللايزوزوم اتحد مع اللايزوزوم هعمل ليه هعمل ليه هعمل طب لو اتحد مع ملتابل اه بينو سيتك فيزيكال هيدين ايه يعني اكتر من واحدة هيديني ملتابل فيزيكال لور بادي يعني ده هيطلع شكل مش سكندري لا ده هيطلع شكل يعني فهمين الفكرة واحدة مع ملتابل فيزيكالليور بادي ده بيكون اكتر من فيزيكال يعني طيب تعال نكمل ايه اتحول لاخي لايه ركز معا من الأول هنا وصلحة كده معايا ولو فايج لازم تفوق من أول هنا عشان فيهم أسئلة عبيد دول طيب جال لك يعني عندي ميتو كندريا كده جدها مهستيكا كده ومش جاضي مصلحة مش شغال أعمل إيه أقول لك مستسلامة هو كلها يتحول إلى بالحالة دي بجا ليه اسم خاص مش أي حد اللي التاكل ده بقول لك ميتو كندريا للتاكل بيت الطاقة للتاكل أنت متخيل كان بيت الطاقة يجب أن نسموها بأي حد لا طبعا فأعمل إيه أوتوفاجك فاكيولز أو سيتوزوم ليه أوتوفاجك معناه أنه هو بلعم نفسه كل نفسه الليزوزوم كل حتة من بيتهم كل حتة من الخلية كل ميتو كندريا كل أخوه فهو أتوفاجك فاكيولز فاكيول دي معناها اللي هي كده يعني تمام أو ليه اسمتين اسمه السيتو سيتو سوم عشان هو كل شيء من السيتو بلازم طيب لو كان السكندري بيقولك السكندري لايزوزوم دا جيست ذير كونتينت أند ترانسفورمت انتو رزيد والبادي بعد ما السكندري لايزوزوم دي ينتهي يعني خلاص بعد بعد فترة يبدأ برضو هو كمان يتعب كده ويتمالي يتمالي من بقايا الحاجات اللي كانها قد يتحول بيهضمهم مكونات ويتحول إلى ترانسفورمت انتو رزيد والبادي شيء اسم رزيد والبادي ذات إز يطرد برا الخلية او ان هو تمام وان هو يفضل فيه الخلية من جوه كان نفسنا الصورة تيبقى وضح ونشرح عليها ولكن حصل خير طيب بيقولك الوظائف بتاعت هنلخصوها في التالي يلا يا باشا جالك اول حاجة يعني ايه هتيرو وانه هتيرو يعني غريب صح وفاجي يعني بيبتلع هو بيبدأ حاجات غريبة ازاي قالك ذا تيكن انتو يعني شيء خارجي مادة خارجية لما انت تاخد مادة خارجية من بره يعني عملية هضم المواد اللي انت دخلتها سواء بنو سايتوزا أو فاقو سايتوزا افتر فيوجن واذ نيولي فورم ذاكيول واذ ليزوزوم فعمليات الهتيرو فاجي دي انه برايمر الليزوزوم يمسك مع مين يعني ما يمسك مع فاقوزوم او بنو سايتك فيزيكل او ملتبو بنو سايتك فيزيكل تمام تمام عشان يعني التخلص من وفي ذا سيل اه انضبا دي اتس اسنشيال هي مهمة فور منتينينج الحفاظ على الهوميوستيزيز ايه هي الهوميوستيزيز دي هي الحفاظ على افضل العوامل والظروف الممكنة للجسم تمام طيب بيالك فور نورمال فانكشنينج عشان يستمر الوظيفة الطبيعية باي بروتين اه ديجريديش اند الترن اوفر اوفذ دسترويد سيل ارجانيلز فور نيو سيل فورميشن عشان ناخدوا الحاجات اللي فيها الامين واسد يعني بروتين كان فيه بروتين وكسرناه اتحول الامين واسد ناخدوا الامين واسد ده ونبنوا بيه حاجة تاني فاهم الفكرة طيب جالك الوتولايسيز دي معناها ايه لحظ الفرج بين اوتولايسيز اوتوفاجي اوتوفاجي ده خلاص عرفناها بيهكل ارجانيل اوتولايسيز ليسيز دي تحلل فبيتحل الخلية اترفير تو ايه كيلينج افان اا انتاير سيت اوف دا سيلز يعني الخلية كلها انتاير يعني كل انتاير اوف دا سيل اا باي ذا بريك داون اوف دا ليزوزوم الميمبرين ايه اللي يحصل الليزوزوم ده احنا يقولنا ان هو ميمبرانس ارجانيل عشان عليه غشاء عشان يحفظ الانزيمات اللي جو متطلعش بره تمام تمام جالك اللي يحصل انه الميمبرين دا بصة باشا بصة معايا تفتح فاتحة كده تلجا الانزيمات بره انزيمات بره بالسلامة تبلع الخلية كلها تحلل الخلية كلها طيب بيقول لك اا دي في الفيرتاليزاشن يعني الفيرتاليزاشن التخصيب اللي هو التحاد الحيوان المنوي مع البويضة بصة يا شباب الحيوان المنوي هتاخدوه تقف ان هو التركيب عامل كده وليه هنا الشيت كده وليه ديل تمام هنا في المقدمة في الحيوان المنوي بيكون هنا فيه غطاء كده الغطاء ده عبارة عن ليزوزومات تجمع للليزوزوم ايه وظيفته ان هو لما يجي للبويضة يجي الحيوان المنوي اهو عاز يخترق البويضة يعمل ايه يطلع الليزوزوم فالليزوزوم يعمل ايه اللي يجدار البويضة يفتحها فالمعلم ده يخش جوه ويجبه تمت تلقيح بايه بنجاح نقول لك الأكروزوم هي الحتة الغطاء اللي انا قلت لكم عن ليه ده اللي من قدام اسم الأكروزوم of the sperm sperm يعني حيوان المنوي of the sperm head رأس الحيوان المنوي اذ اه giant lyzozoom giant lyzozoom يعني lyzozoom كبير that rupture بيفرق قاع او ينفجر او يتحل كده بوم تمام and release يفرز الانزيم on the surface of the egg البويضة this provide the way for you يسهل الطريق للسبير intake into the egg by digestion of the egg membrane كده خلصت المحاضرة التالتة الجزء الثاني منها أتمنى يكونوا الشرح أفادكم وأتمنى برضه أنتم تقولوا رأيكم 我們 نزل your vote في القناة بتاعت التليجرام على شأن ننشوف هدفنا أن نساعد ونحسن من المستوى اللي بيوصلكم تمام فلما نزل vote رجاء رجاء اللي شاف المحاضرة يرجع بس يصوت فيه يشوف يعني يقول رأيه ولو في عند مشكلة يقولها عادي عايزين نسمع صوتكم في النهاية سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سلام عليكم